واللي أحلى وأحلى هو المصريين إحنا شعب جميل شعب لطيف شعب طيب حلوة روحه بينا دايما كده على وشه ده بجد مش زار بقعدت بقى أعمالة تفرجوا حاجات زي كده وينجي في بالي بصراحة وانا كل ما بتمشى يجي في بالي فكرة يعني عارفين كده زي ما أنا كنت بتمشى ناحية العتبة الخضرة وكنت أناشد وأطالب وأرجو دكتور مصطفى ومدبولي الالتفات إلى ميدان العتبة الخضرة والمباني الحلوة اللي فيه أنا بقى إيه عندي حاجة وسط البلد شغالين فيها زجن حاجة عظمة على عظمة يعني أنا نفسي نفسي إن شوارع وسط البلد دي أنا مش عارف إزاي بصراحة يعني مش عايزافتي بأن أنا لدي الحل اللي مش عارف إيه خالص نفسي شوارع وسط البلد دي ما تمشيش فيها عربيات تبقى شوارع للتمشية فقط يعني نمشي فيها على رجلينا طيب ولو احتجنا وسيلة للانتقال داخل شوارع القيارة الخدوية نعمل إيه؟ يا السلام لو إن وصلنا إلى حل ما متعلق بعربيات كهرباء كده شبه عربيات الجولف أو ما شابه أيا كان تبقى هي دي وسيلة الانتقال تخيل بقى حجم التلوث ينخفض إلى أي مدى وساعاتها تلاقي نفسك بتتمشى وإنت مستمتع بالفرجة ومش مستهق من إنه لا في تلوث ولا في زحمة ولا في كلاكسات ولا حاجة خالص وسط البلد دي لو بقت كلها شوارع للمشي والترجل زائد وسائل انتقال كهربائية صديقة للبيئة والله لا تبقى من أغلى عواصم الدنيا طبعا دي أحلى ولا نيورك إحنا دي أحلى المباني الأديمان طب دي أحلى ولا واشنطن إحنا طب دي أحلى ولا باريس إحنا دي أحلى ولا برلين إحنا دي أحلى ولا فينة دون مبالغة والله العظيم برضو إحنا وده جد مش هزور أتمنى أتمنى أنه حل زي كده يبقى قبل للتطبيق أنا بقولش يلا بينا دكتور مصطفى لازم أنا مش عارف إذا كده الحل ده قبل للتطبيق ولا لأ بس لو قبل للتطبيق تعالوا نقعد نبحثه ونتدارسه ويمكن يؤدي إلى نتيجة وحلم في يوم من الأيام يتقال حلمها واحد بني آدم بيشتغل المزيع اسمه يوسف الحسين